خطة وساعة أطلقتها الدولة من أجل تطوير المواني البحرية والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداول وهو ما يمثل فرصة وعادة للاستثمار الأجنبي والداخلي في ظل إجراءات تصدير والاستيراد فضلا عن الدعم اللوجستي للسفن العابرة واعتمدت الدولة في خطتها على تحقيق عدد من الإجراءات المهمة التي يأتي في مقدمتها زيادة الساعات التخزينية وتوسع في استخدام المواني الجافة وإنشاء مراكز لوجستية فضلا عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء تطوير المواني اعتمد أيضا على التبادل الإلكتروني للوثائق بدلا من تبادلها يدويا واستخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية فضلا عن الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء كما تسمح أعمال التطوير للدولة بالسيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة وتطبيق الكود الدولي الخاص بأمن المواني والسفن ونجحت الدولة في إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلو مترا بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية إلى 73 كيلو مترا لتستوعب 370 مليون طن من البضائع بدلا من 185 مليون طن سنويا كما عملت الدولة على إنشاء ثمانية مواني جافة وخمس مناطق لوجستية تستوعب خمسة ملايين حاوية مكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير سبعة مواني برية على كل الحدود المصرية خطة الدولة لم تتوقف عند هذا الحد ولكنها أيضا اعتمدت على إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات المتعددة الأغراض والمتخصصة في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيد مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة